وإنت ماشي في سينة حاسب رمل سينة كله دم من زمان متلك هنا خالوا أبضوا ابن عام وإنت ماشي في سينة حاسب رمل سينة كله دم من زمان متلك هنا خالوا أبضوا ابن عام ونس كتير مش معدودين وجد كان شايل في جيبه سلسلة مكتوب عليها آية من سورة ياسينة جد تك تدعيله ويرجع وهو نفسه في الشهادة تدعي هي بس هو عمره مرة ما قال أمين وإنت ماشي في سينة حاول تفتكر مات فيها مين وإنت ماشي في سينة ادعي وإحنا وياك نقول أمين كل شفر في سينة غالي أرضها ملهاش ما سير شمسها وضحكت نهرها ونور أمر عفل الطاويل شوف بساطة أهلها والطبيعة وسحرها أو جمال الجو فيها والله ميت بحرها حيث تجون مس في سماها وشكلها بالجبل سينعين مصر اللي شافت بيها يا إيمان الجمال رحلة العذرة ويسوع عدوا فيها من يا جماعة أنا عندي سؤال بكلم بجد والله العظيم هي شارينة عبدالوهاب بجد يعني إزاي عندها هذا القدر المذهل من الإحساس بالكلمة وباللحن أنا بتكلم جد والله العظيمة مجاملة إزاي عندها هذا القدر المذهل يعني صوت شارينة عبدالوهاب يفرحك ويبكيك في نفس الجملة لو هي عايزة بتعمل كده إزاي أنا معرفش وبالمناسبة في أصوات كبيرة حلوة جميلة رائع ما تعرفش توصلك الإحساس خالص هي نحن لازم نسألها معنا على التليفون شيرين أهلاً أهلاً يا أستاذ يوسف عاملة إيه أخبارك قويسة قوي كل سنة وانتوا تعيبين بمونة وانت بالصحة والسلام وشكراً على كلامك الحلو قوي ده إطلاقاً والله ولا تشكري ولا حاجة لأنه ده يعني أنا بالنسبة لي أنا بقول اللي أنا حسوا اللي أنا شايفوا واللي أظن أظن أن كل الناس مجتمع على ده يا شيرين إزاي يا شيرين تفرحينا وتعيطينا في جملة واحدة شكراً والله والله يعني ده منكو يعني ده أنا أكيد نابع من من نشأتي ونشأتي هي مصرية قوي وعتيئة قوي فأنا أكيد البلد دي طلعت ناس كتير قوي فنانين وعلماء وعني مصر فيها خير وفيها حاجات كتير حلوة فأنا من ضمن الخيرات بتاعة مصر يعني خيرات مصر فعني طبعاً إنتي عارفة إحنا كنا قاعدين في صفوف المشاهدين فخليني أغششك اللي حصل أول ما أنت طلعتي أيوة أول ما دخلت يا شيرين ما في حد إلا وكان بيعبر عن فرحته بوجودك على المصرح الحمد لله والله بكلمت بها أنا عايز أقول لك أنا انتشرفت جداً جداً بمقابلة فخامة الرئيس وقد إيه أنا كنت سعيدة وأنا بغني قدام كل الكوادر اللي كانت موجودة وشيء عظيم إن شارك أكيد حدث عظيم زي دوت وشيء عظيم أكتر إن أشوف سيادة الرئيس فأنا كنت فرحانة قوي 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 ومبسوطة أنا حسيت إن أنا شبعت كده يعني لما شفت خلاص إحنا كده في التمام مش كده ولا إيه؟ آه الحمد لله تمام قوي والحمد لله وبعدين على ما يبدو يا شيرين الرئيس بيستمتع بصوتك لأن أنا متذكر برضو إن تغنيتي قدامه في حياة كريمة آيوة وكان سعيد في الأرمدية وهو دايما بيبقى سعيد سلام الجمهوري العسكري اللي أنا بعمله فأنا ما بعرفش أشوفه غير لما بعمل كده ممكن تكوني الكاميرا ما جابتهاش مثل أنا هو هزلي دماغه لما أنا عملت له كده لما قدمت له بحياة كريمة فأنا مبسوطة قوي قوي والحمد لله أني ألاقي دعم ألاقي استحسان من سيدة الرئيس كمهورية مصر العربية وكل الناس القائمين على احتفالية أكتوبر الناس العظامة اللي هما يعني رجعونا بلدنا تاني بشرف وكرامة وده احتفال أعتقد أن كل البلاد العربية يتفخر بي يعني أنا سعيدة أن شاركت قوي في الاحتفالية دي وسعيدة أن أنا فرحتك والله إحنا بنبقى سعدة بجد لما بنشوفك دايما يا شرين وبعدين بنبقى عندنا كده إيه؟ يعني إحساس بأنه بنتنا واختنا وصحبتنا وهي اللي بتغني بالنيابة عن جيلنا زي ما بيتقال فبنبقى سعدة ولا أنا أعجز حابتين بلاش جيلنا دي أنا أعجز حابتين ثلاثة بشعر الله يبدأ لا 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 تقول لي كذلك ها القلب ما هي أعجز حابتك ها انت قلبك شباب احنا قلبنا ما بيكبرش آه والله عندك حق ودي من أجمل الحاجات اللي فيك شرين قوليني بقى بما إن إحنا إيه كنا شفناك النهاردة وإنت كده بتغنيلنا هذه الأغنية الرائعة في احتفالاتنا بنصر الأكتوبر إنتي مبارح نزلتي أغنية جديدة مش كده؟ آه أنا أغنية المترو الحقيقة هي تأخرت شوية آه لكن أنا مقصودة بيها لأنها تجربة جديدة علي وآه وآه والناس اتبسطت قوي من اللون ده علي جدا فهي طبعاً كانت حلوة لأن أيمان باك سوري عام المصطفى للحنان حلو وأمير تعيمة كتبها والوزع عنابولسي ولندسة الصوتية كانت لست سترق مذكور والمكساج والمصدر طبعاً فأنا اشتغلت مع المجموعة محترمة فنانين كبار فأنا كملت بيهم يعني كملت بيهم؟ أنت بتجيب الكلام الحلو ده منين؟ ربنا نحن ليه كلام ده كلام حلو لا ما احنا الواحدين ما يقدرش نعمل حاجة عاكيب يعني أم كلسوم السيدة العظيمة ما بقيتش أم كلسوم غير بمساعدة كل اللي كانوا حواليها من ملاحنين وشعراء وأدباء فأنا كمان أعتقد أي فنان ما يكتملش نجاحه غير بالعناصر اللي هي بتكملنا الشعراء الملاحنين الموزعين فإحنا نجاحنا بيكمل ببعض طب أنا عايز يعني أنا مش عارف هو ده يبقى مناسب ليكي ولا لأ وخد يبالك أنا متفاهم لكل حاجة إنك ممكن تبقى ما عايزة تعود يتحضري في الشغل بتاعك إلى أخير ويعني بس أنا نفسي يا شيرين نفسي 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 إنك تيجي تسهاري معنا في الستوديو ده مرة نتكلم نغني ندردش نقعد أنا وإنتي وطرق مذكور وأيمن وعمر مصطفى وأمير يعني تبقى صهرة لطيفة إيه رأيك يا تحت أمرك والوقت اللي الأمر لا يحذده ويكون أنا فيه ما عنديش أي حاجة تمنعني من الزوز ما كونش نسفر أو عندي ارتبطات ماشي أنا ده يشرفني أنا نفسي في القاعدة دي قاومت فرح وإحنا هنزن بقى على طرق مذكور إنتي قلتلي قبل كده اللي عايزني يطلب إيدي من طرق مذكور أيو أنا عايز أقولك طرق عايز غير عنوانه بالكتر العرسان اللي بتجيله العرسان اللي هي طبعا على شكل شغل يعني طبعا طبعا أنا ببثلهم في العرسانة طبعا طبعا بس يعني بس الحقيقة هو تعب معي الفترة اللي فاتت وليسا عيي تعب معي تاني وهو كان حريس أوي إن أنا أوصل لكم وتوصلوني فحلو إن كمان اللي يكون مسؤول عنك حد تاهم وكبير وعنده عالية فده بيفدني وأنا بحب بس طول ما أنا موجودة في الوصفة بحب مستفيد من الناس الكبور طيب أنا مش عايز أتقل عليكي وعارف إنك أنت ما بتحبيش الغنى على التليفون كمان لا خالص بس هو صوت يبقين قوي إنه هو تعبان يعني عشان صح يا من بدري صح يا من بدري وقبلها بروفات وحاجات زي كده أنا عايز ويا رب دايما نحتفل باحتفالات أكتوبر في وجود السيد الرئيس العظيم لكلنا بنحبه وبنتشرف بيه وبوجوده في حياتنا ويا رب من حلمنا من وجوده في حياتنا أبداً صحيح أنا بشكرك جداً 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 يا شرين وأنا هقعد زينا على طرق مذكور لحد ما دوشه قبل ما يغير رقم تليفونه من كتر الهوسة اللي عليه بسبب إنه كل الناس عايزة تقعد مع شرين وتشوف شرين وتجري يعني أحاديث وحوارات وصهرة طويلة مع شرين أنا بشكرك ربنا يوفقك دايماً يا شرين وتمتعينا دايماً كده كتير وعلى طول ألف ألف شكر لنجمتنا كبيرة جداً شرين صاحبة الإحساس المزهل مزهل